موسيقى اسمي باسم حسن أنا رئيس فريق أبحاث بمعهد بريز لأبحاث الدماغ وبزيت الوقت أنا المدير العلمي للمعهد خلقت بألمانيا كانت ألمانيا الغربية وقتها الألمانيا الموحدة بضاعة صغيرة بجنوب ألمانيا اسمها باد أوراخ كبرت بباد أوراخ بعدين بمدينة بألمانيا اسمها آخن قبل ما سنة الأربعة وسبعين إنقل كان عمري ست سنين إنقل مع أهلي على لبنان على بيروت تحديدا مطرح ما ربيت ببيروت وبعدين فرحت على المدرسة طبعا وعلى الجامعة بعد ما خلصت دراسة بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة التسعين نقلت على الولايات المتحدة على أمريكا لحتى أعمل الدكتوراه وبعد ما عمل الدكتوراه وبعدين أبحاث ما بعد الدكتوراه يلي اسمون بوست دكتورال ستاديز بالإنجليزي نقلت على بلجيكا وهنيك بلشت شغلي كرئيس فريق أبحاث بجامعة لوفن ببلجيكا وبمؤسسة بلجيكية للأبحاث الأبحاث ظلت هناك حوالي خمسة عشر سنة وبعدين كنت عم مفكر أنه نقل على مطرح جديد من شان التحديات الجديدة بلد جديد وأخدوا وجاني عرض كتير مغري منهم من المؤسسة هون وقبلته ونقلت سنة 2016 على بيريز الأبحاث اللي بنعملها بالمختبر عندي بالفريق اللي بترقسو بتتركز على تطور الدماغ أصلا ليش بيتطور الدماغ بالأساس منين بيجي منين تجي الخلايا اللي بتعمل الدماغ اللي بتعمل الخلايا الدماغية اللي اسمها بالعرب الفصحى العصبونات نيورون بالإنجليزي هاي الخلايا وقتها تولد وتتشكل كيف بتعمل شبكة مع بعضها اللي هي الشبكة الدماغية اللي هي بتخلينا نفكر ونحكي وناكل ونشرب ونعمل كل الأشياء اللي بنعملها ونخلق فن وكذا بس مش بس بس نحنا كبشر يعني كل الحيوانات اللي عندها أدمغة وكل هالأدمغة هي اللي بتتحكم بتصرفات هالحيوانات وحياتها بس منعرف كمان إنه كل فرد مختلف عن الآخر كمان مش بس عند الإنسان بس عند كل الكائنات عند كل الحيوانات ما في فردين مماثلين تماماً لبعضهم منين بتجي هالاختلافات الفردية بدماغنا بالأساس فهدي بعض الأسئلة يلي منسألها بالمختبر عندي ما بنشتغل على أمراض دماغية معينة بس طبعاً فهم كيف الدماغ بيتشكل بالأساس وليش بيتشكل بطريقة شوي بيختلفة بين فرد وفرد كمان بساعدنا نفهم ليش أفراد مختلفين ممكن يكونوا عرضة لأمراض معينة مختلفة عن غيرها وهيدا بالإجمال المواضيع الأبحاث اللي بتجري عندي بالمختبر مشروع أبحاث موضوعه الأساسي هو كيف بتظهر الاختلافات الفردية بالتصرفات خاصة التصرفات غير الواعية يعني مثلاً إذا نحن شفنا ضوء جا من شيء ما ترح منتطلع عليه فجأة ما كلنا منتطلع بنفس الطريقة وبنفس السرعة وبنفس الزاوية وإلى آخره منمتجي هالاختلافات الفردية هيدا الشيء طبعاً مندرسه عند حيوانات وعند تحديداً حيوانات اسمها زباب الفاكهة تروسوفيلا يلي هي عندها بتفرجها الاختلافات الفردية مثل الإنسان وبعدين منحاول نعرف طيب هالاختلافات الفردية اللي هي موجودة بالأساس عند هالأفراد من الحيوانات كيف فينا نغيرها عبر التفاعل الاجتماعي يعني إذا فرد معين تفاعل مع أفراد تانين بيتصرفوا بطريقة أخرى هل هو بيغير تصرفاته ولا بيضلوا عم يتصرف بنفس الطريقة فهيدا مشروع وهيدا شغلة منا كتير معروفة ومنا كتير مفهومة والمكانيزمات الدماغية طبع الاختلافات الفردية وكيف الاختلافات الفردية ممكن تتأثر بالعلاقات الاجتماعية بالتفاعلات الاجتماعية كمان شي منه معروف فنحنا منحاول نفهم هيدا السؤال عبر هيدا المشروع واحدة من الأشياء اللي كتير حلوة بالشغل هون واللي عن جد بقدرة هي الحرية اللي عنا إياها كباحثين ندرس أي موضوع بهمنا وعبر تمويل داخلي بيعطينا هالحرية يعني حتى بدون ما نكتب مشروع ونطلب تمويل مؤسسة بتعطينا تمويل لنعمل هالمشاريع وجزء كبير من هالتمويل هو بسبب كرم المتبرعين عنا كتير متبرعين متبرعين صغار اللي مرات بيعطو خمسة يورو بالشهر لا متبرعين كبار بيتبرعوا بمئة الألاف أو أحيانا ملايين اليورو الشي تاني اللي فضيع بها المؤسسة هو وجود منشآت مركزية تكنولوجية كور فاسيليتي من سميهم بالانجليزة يلي هن بيخلونا نعمل كتير تجارب تكنولوجية معقدة بمطارح كلنا منتشاركة مع بعضنا بمنشآت فاسيليتيز كلنا منتشاركة مع بعضنا وهيدا الشيء كتير كتير حلو وكتير مهم بحب كل شيء بالعيشة بباريز باريز مدينة كتير حلوة رائعة فيها نشاطات ثقافية لا تعد ولا تحصى يعني قدمة كتيرة ما بلحق على يا الوحد الأكل كتير طيب في كل أنواع المطاعم والأهاوة والبدكية ناس من كل أنحاء العالم وجمالها الطبيعي وجمالها الهندسة يعني مدينة خلابية كتير حلوة وبالإضافة لهالشي اتنين من إخواتي عايشين بباريز فهالشي بيعمل حياة بيخلط الحياة الاجتماعية والعائلية والسقافية والعملية ببعضهم بصراحة ما في شيء ما بحبه من الحياة بباريز الشيء الوحيد اللي ممكن بفتقدله هو البحر البحر الأبيض المتوسط تحديدا البحر المتوسط لأنه أي إنسان كبر حد البحر المتوسط بيترك فيه أثر ما فيه تخلص منه بتداله بده يكون هيك حد أنا هيك بحس بالقليلة فالشيء اللي بشتقله هو أنه مضي أكتر وقت حد البحر هيدا فعلا الشيء اللي بفتقدله الشيء الأساسي اللي بفتقدله بالحياة بباريز وهيدا كل شيء شكرا كتير للفرصة أنه شارك هالإشياء معكم وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة